الصهاين العرب وصفهم قبل ربع قرن الدكتور عبدالوهاب المسيري بالصهيوني الوظيفي الذي سيأتي ويصلي معنا العشاء في المسجد ولكنه يؤدي نفس الوظائف التي يؤديها القائد الإسرائيلي إسرائيل التي تعاني الأمرين في قطاع غزة يبدو أنها بدأت تعاني خطرا حقيقيا خارج القطاع خطر يضر بسمعة إسرائيل على مدى أجيال كما قال بيروسو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل تخسر معركة السمعة والرأي العام الدولي إسرائيل لا تقوى على جيل تيك توك وإنستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي فقررت نقل المعركة هناك ولكن بآياد عربية أو كما قال المسيري بآياد الصهيوني الوظيفي إعلاميون مدراء قنوات صحفيون نشطاء يتحدثون بلسان عربي يمجدون زعماءهم ينافقون أمراءهم يطبلون لرؤسائهم ولكنهم فجأة وفي وقت واحد يروجون نفس الدعاية الإسرائيلية فخيار الشعب الفلسطيني هو المجاعة والعنتريات والخطب الحنجورية أما النموذج الذي يجب أن يحتذا به فهناك في القاهرة والرياض وأبو ظبي الصهيون العرب بضاعة رخيصة على مائدة من يدفع أكثر حتى بات لسان الشعوب العربية كما قال الشاعر اليمني فهد مسعود سنبيعكم لكن لمن؟ من يشتري منا العفن من يشتري منا النجاسة والقضارة والفتن من يشتري منا صراصير النذالة والوهن من يشتري منا الكوارث والمصائب والحزن من يشتري منا الجراثيم المضرة بالبدن من يشتري منا اللصوص المستغلين الخوان من يشتري العملاء والجبناء والأوساخما من يشتري عيبا يفضل عن مخازيه الكفا من يشتري عارا علينا يستحي منه الزمن سنبيعكم لكن لمن لستم كلابا للحراسة كي يكون لكم ثمن لستم حميرا للركوب ولا بغالا للمؤن لستم دجاجا تؤكلون ولا دوابا تحتضن لستم نعالا تلبسون ولا عبيدا تؤتمن من يشتريكم من بلاد الغرب مجانا ومن بالله لو أكرمتمونا فارحلوا عنا إذن وإذا انتحرتم وإذا انتحرتم سوف نشكركم على حب الوطن